قلت المخابرات المغربية دخلت على الخط قلت وشفتم جريدة الصباح الأخبار المغربية كلها المواقع المغربية كنت تتحدث عن قمعه قتله والجيش يقتل الجزائريين وكذا 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 طبعا المخابرات المغربية موجودة هناك وطمشط هناك وعندها شبكاتها هناك وتريد صناعة بؤرة صحراوية للجزائر مثل ما عندهم هما مشكلة الصحراء الغربي المهم أيضا قلنا هذه الأزندات الأزندات هذه فيها الأزندات المدعومة من جهات خارجية هناك مشروع ما يسمى الربيع العربي ليكون في علم الجميع الربيع العربي ليس تعبير للتباهي بحراك شعوب حققت مطالب أبدا هو مشروع فوضى الهلاكة الفوضى الهلاكة عندما توقف هذا المشروع بسبب ما حدث في سوريا ودموية النظام والعنف الذي عرفته والتدخلات أريد إحياءه فتم استغلال موضوع السودان تم استغلال موضوع الجزائر ويجري إحياء دفع فيه دماء جديدة وهذا المشروع ليس مشروع لتحقيق مطالب شعوب أبدا المشروع هو تفكيك الأوطان من داخلها هو تمزيقها إدخالها في حروب أهلية وهذه الحروب ماذا تخدم؟ تخدم مشاريع خارجية هناك المشروع الغربي هناك المشروع التركي وهناك المشروع الإيراني وقطر والدوحة هي عرابة هذه المشاريع عن طريق إعلامها وعن طريق وسائلها هذه هي الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها كل هذه الدول لديها مشاريع في المنطقة في العالم الإسلامي ماذا تريد كي تحقق مشاريعها؟ يجب أن تبعد الدول ذات الثقل يجب أن تمزق الدول الكبرى فالمستهدفة بهذه الجزائر مستهدفة السعودية مستهدفة كل الدول مصر مستهدفة ليبيا كما تلاحظون كيف وصلت العراق ماذا يحدث فيه سوريا ماذا يحدث فيه طبعا المسؤولية الكبيرة يتحملها النظام الجزائر الجزائر أخذت الدرس من بعض الدول ولاحظنا الجيش كيف انحاز إلى الشعب الجزائري لم يقمعه واستفاد أيضا من تجربة التسعينات حيث ورته ضباط فرنسا كما يقولوا أو دفعت لاكوس ورته في حرب مع الجزائريين صار العسكري يقتل والمواطن حمل الإسلاح أيضا يقتل العسكري ودخلت جماعات إرهابية وكذا 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 لذلك إخواني حوصلة هذه نقطة رأيت من الضروري أن أقولها استمعوها أهلنا في تينز وتين إن أنه مطالبكم مشروعة وما حدث لابنكم هذه الجريمة يجب أن يحاسب عليها الجناة يجب أن يحقق لكن حذاري ثم حذاري أن تتحول معركتكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الأمن الذين يحمون تلك المنطقة لا تكون ضحايا إلى عزندات خبيثة تأتي من الخارج ولا تكون ضحايا إلى شبكات تهريب وشبكات استخباراتية خارجية تريد أن تستغل عدالة مطالبكم هناك لديكم مطالب عادي لهذا الأمر تعالج من طرف الأعيان من طرف المسؤولين من طرف أيضا عناصر الجيش الوطني الشعبي الناس اللي يدركون الأبعاد وتتم معالجتها في إطار ما يحفظ حقوق المواطنين وفي إطار أيضا ما يحفظ حقوق الوطن وتتمثل في أمره القومي خاصة أنكم موجودين بمحاذاة منطقة ملتهبة منطقة سارخنة ومنطقة مستهدفة